اشتركوا في القناة عدة ملفات مهمة جدا بنشوفها في الساحة الرياضية وبتتصدر من خلال بعض البرامج ومن خلال بعض صفحات المواقع التواصل الاجتماعي وبتعمل بلبلة وبتعمل ردود افعال احيانا او بنسبة كبيرة سلبية جدا النهاردة هيكون فيه رد قاطع على تفاصيل كتيرة بعض الاطراف بتحول او بتحاول تدخل النادي الاهلي فيها طرف النهاردة هيكون عندنا ردود نقدر نقوله صوت وصورة وردود اعتقد هتكون حاسمة عشان نقفل فيها ملفات البعض بيحاول يفتحها من جديد مش عارف هدفه ايه بس فعلا يبدو ان الهدف شخصي لان القرار الرسمي بتعيين رئيس لجنة حكام اجنبي في اتحاد القرى المصري في السابق وفي القادم سيكون هو افضل قرار مهما كانت جنسية هذا الخبير الاجنبي حلقة النهاردة هيكون فيها كلام مهم جدا عن ملف التحكيم اللي دايما عامل بلبلة في الوسط الرياض كمان هنتكلم على مبارات الاهلي وطلاق الجيش ما بنلحقش ناخد نفسنا كل تمانية واربعين ساعة وكل اتنين وسبعين ساعة مبارا ماتش الاهلي وطلاق الجيش بكرة ماتش صعب جدا وتحديدا الثلاث لقاعات القادمة قبل مواجهة بيرامج يوم 12 سبعة مواجهة حسيمة تسع نقاط نتمنى يا رب الاهلي يحصل عليهم في صباق الصدارة والمنافسة مع بيرامج في الفترة اللي جاية كمان هنتكلم على السوبر الافريقي في كلام مهم جدا بخصوص موضوع السوبر الافريقي هنتكلم على قرار الاتحاد الافريقي اللي صدر في ساعة متأخرة بالامس بمد المهلة للاتحاد المصري بتسجيل الاندية لملفات ترخصها واعتمادها قبل يوم 5 يوليور يعني مد المهلة اتداء من اليوم الحد الى ختام المهلة يوم الجمعة القادم ملفات عديدة كواليس مهمة هتسمعوا النهاردة اخبار جديدة في كل هذه الملفات ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة هيكون على مباراة الاهلي وطلاء الجيش غدر عايز اعرف توقعات حضارتكم لنتيجة المباراة ومين ممكن يسجل الاهداف في هذا اللقاء الهام جدا إلا لا يتلاقيه بكرة على استاد الكلية الحربية تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة وفي الجزء الأخير إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على النتيجة وتوقعاتكم كمان مين ممكن يسجل الاهداف في هذا اللقاء الهام جدا لكن نروح دلوقتي لأهم العنوان البداية في ترند الأهلي تدريب أول وأخير للفريق استعدادا لطلاق الجيش موسيقى وكمان الجدال التحكيمي متواصل في الدور المصري موسيقى استعرض مباراة اليوم والنهارده في جولة جديدة من مباراة دور الـ 16 في بطولة اليورو اللي بتصادفها ألمانيا خلال الفترة الحالية بالأمس طبعا سويسرا عملت نتيجة مفاجأة وكسبة إيطاليا 2-0 وإيطاليا خرجت مبكرا وألمانيا كالعادة متفوقة وكسبة الدنمارك 2-0 عشان سويسرا وألمانيا في دور الكوارتر فاينال نهارده الساعة 7 إنجلترا مع السلوفاكيا والساعة 10 إسبانيا مع جورجيا دي مباراة النهارده في اليورو واستكمال منافسات دور الـ 16 مشاهدة ممتعة لكل السادة المشاهدين فاصل ثم نواصل موسيقى يبدو أن لسه فيه ناس بتحاول تفتح في الملفات الأديمة رغم أن الملفات الأديمة كلها كوارث والأهل خسر بسببها بطولة دوري وكانت فيه تحديات صعبة جدا بيواجهها الأهل ولكن اتكلمنا على الفترة دي وانتهت الفترة دي بحلوها بمرها واتخذت عدة قرارات وابتدى الناس تبص الأدام ولكن الكابتن عصام عبد الفتاح مصر يفتح في القديم ويتكلم في الملفات القديمة كويس جدا أنه هو فتح الملف لأن الملف دلوقتي بقى فيه تطورات جديدة وفيه مفاجآت جديدة لأن الكلام اللي قاله مبرحة عصام عبد الفتاح أكيد السوشيال ميديا بتتناوله وكل واحد بيتكلم بانتماؤه أكيد اللي معه هيكون معاه وياخد التصرحات ويطير بيها واللي ضد أكيد هيحاول يثبت أن الكابتن عصام بيتكلم في الهواء بس إحنا هنا لما بنحب نثبت حاجة ما بنثبتهاش كده بكلام مرسل لأ عندنا ردود بتبقى ردود واقعية وعشان كده الكلام اللي بنقوله هنا دايما تحديدا في ملف التحكيم زي الملفات الأخرى بتتخد فيه قرارات بناء على اللي احنا بنقوله هنا من خلال برنامج الترين اللي احنا هنا بنقول معلومات ما بنقولش وجهات نظر وبأن الكابتن عصام فتح الملف فاستعد للجاي لأن اللي جاي هيكون مفاجئ لك وأعتقد أنت كتبت خط النهاية في ملف التحكيم المصري وكتبت استمرارية الخبراء الأجانب لإدارة ملف التحكيم في الفترة اللي جاية ليه بقى؟ في جملة كده شهيرة قالها الفنان أحمد عز في فيلم الرهينة لما قالك دليل النفي بيبقى هو دليل الإثبات اللي عمله مبارح عصام عبد الفتاح كان دليل النفي بس أنا هثبت لكم نهاردة أن اللي قاله ده كان دليل إثبات أن عصام عبد الفتاح عنده مشكلة شخصية مع النادي الأهل ليه بقى؟ أولا طلعا مبارح قالك مارك كلاتنبرج الحكم الدولي الإنجليزي السابق واللي كان رئيس للجنة الحكام تلاعب بالخطوط لمجملة الأهل أنا عدت أسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة عشان بس أتأكد ويقصد بين فلما قالي الأهل قلت كده يقصد الأهل بس عايز أعرف في المباراة وقال لك وطائق محمود عشور كان على حكم أو كان حكم الفار في آخر مباراة لمحمود عشور كان حكم فار كانت مباراة الأهل وفارقه ده أولا عشان بس إيه؟ ما ننجرفش لأي كلام بيتقال على السوشيال ميديا لازم أنا براجع مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما بطلعش هنا لما يكون واسخ من كل كلمة أنا بقولها حتى لو الفيديو ما هيكون معايا أو اللي بيتكلم فيه الكابتن عصام مش واضح مش هنقش الموضوع لكن هو يقال لك مطش الأهل وقال لك كان محمود عشور فأكيد يقصد مطش الأهل وفارقه كان آخر مباراة محمود عشور فيها حكم فار في مباراة الأهل طيب المباراة دي كان بيديرها مين؟ كابتن أحمد الغندور مساعد أول أحمد حسان طه مساعد ثاني هاني عبد الفتاح حكم رابع مبروك نبيل وحكم الفار الكابتن محمود عشور والمساعد الفار أسامة السيد ده أول حاجة طيب ثانيا ودي هي صورة أو لقطات من المباراة اللي قدرها أحمد الغندور وكان معاه على تقنية الفار الكابتن محمود عشور المباراة دي كانت الأهل وفارقه في الجولة الـ 28 للموسم الأخير ودي الكابتن محمود عشورة هو موجود في غرفة الفر دي كانت مباراة الأهل وفارقه في الجولة الـ 28 اللي الأهل خسر فيها الدوري وبعد المباراة دي لعب بالصف الثاني ومجموعة من لعب القطاع الناشئين خلاص الصورة كانت واضحة أن عصام عبد الفتاح عايز الدوري يحصل فيه إيه طيب تعالوا بقى للجزئية الثانية مارك كلاتنبرج اللي ذكره بالأمس عصام عبد الفتاح وكلاتنبرج هيدفع عن نفسه هو وشأنه لأن اللي قاله عصام عبد الفتاح ده بيتم فيه مارك كلاتنبرج وكلاتنبرج دفع عن نفسه هو حر لكن احنا هنا بندفع عن الأهل اللي نتذكر اسم الأهل في ملف أعتقد كابتن عصام قال كلام ما ينفعش يعدي بسهولة لأن النهاردة أثبت خلاص بما لا يدع ما جلل الشك أنه عنده مشكلة شخصية مع الأهل واللي بيبقى عنده مشكلة شخصية مع أي نادي ما ينفعش يبقى موجود على كرسي المسئولية بتاتاً إلى أن تقوم الخيامة طيب كلاتنبرج وصل مصر إمتى يا جماعة؟ وصل مصر يوم 6-8 وصل مصر يوم 6-8 بعد معاد المبارادي بـ 72 ساعة بعد معاد المبارادي بـ 72 ساعة والتحاد الكورة على صفحته الرسمية يوم 9-8 قال في خبر رسمي إن كلاتنبرج هيبدأ مهام عمله بعد أسبوع يعني كلاتنبرج تولى المسئولية يوم 16-8 وكلاتنبرج قد الخبر هو على صفحة الاتحاد كلاتنبرج يبدأ مهام عمله بعد أسبوع يعني إمتى يوم 16-8 والراجل وصل إمتى يوم 6-8 والمطش ده كان إمتى يوم 3-8 يعني المطش 3-8 وكلاتنبرج تولى المسئولية 16-8 كان فيه 13 يوم من اللي كان موجود فيه 13 يوم دول؟ الخبير الكابتن عسام عبد الفتاح طيب احنا بس بنرد بالوصائق وبالتواريخ عشان الكلام اللي قاله ده هيحسب عليه محاسبة شديدة فكرة إن كلاتنبرج يلعب بالخطوط على فكرة ارجعونا يا جماعة احنا مش بندفع عن كلاتنبرج ولا غيره كابتن عسام عنده مشكلة مع كلاتنبرج حلها بعيد عننا عندك أزمة ومشكلة نفسية أو فنية بينك وبين كلاتنبرج حلها بعيد عن النادي الأهل ما تدخلش نادي الأهل طرف يا فندم بعد إذنك انت المفروض راجل خبير وراجل بتشتغل في الفيفا حاليا انت محاضر دولي زيك زي كابتن تامر دوري فما ينفعش اتدخل نادي طرف وما فيش حكم بيخش اخناقة مع نادي أو مع أندية ولكن للأسف مش كل من بيعرف يصفر أو يدير يعرف يتكلم الحاجة التانية الماتش ده الأهل تزلم فيه والكل عارف إن الأهل تزلم فيه وأقول لكم النهاردة على مفاجأة ولو تحبوا تسألوا الكابتن محمود عشور المشكلة كانت فين؟ هيطلع الراجل بصوت عالي بعد الفترة دي كلها هيقول لك المشكلة كانت في جهاز التسلل والمشكلة كانت في الفيجن اللي كنا بنشتغل به في تقنية الفرف السنة دي والكابتن عصام عارف كده بس هو بيقاوح معرفش ليه بس النهاردة عارفنا ليه إنه عنده مشكلة شخصية مع الأهل الكابتن محمود عشور لأنه نستعرض الصورة بتاعت اللعبة اللي المسر دايما الكابتن عصا عبدالفتاح يتكلم فيها رغم إن اللعبة دي تدينه هو وتخلينا نحن ندافع عنها بشكل كبير جدا إن اللعبة دي بالعين المجردة مش تسلل بالعين المجردة مش تسلل والسرعة قدامنا على الشاشة هي اللعبة دي بالعين المجردة مش تسلل والكابتن محمود عشور في غرفة الفار راجع الخطوط دي مرة واثنين وثلاثة ليه راجعها ثلاثة أربع مرات لأنه بالعين المجردة شايف إن الكرة دي هدف مش تسلل وشايفين وقتها الكابتن سامير عصمان لما عمل قياس للمسافة ما بين رجل تاو وخط المرمى ورجل لعف فرق وخط المرمى هتلاقي ساعتها إن تاو مش متسلل وبالتالي الهدف ده سليم بس أنا بأكد تاني وارجع تاني للجزئية دي وارجعولي يا جماعة أولا لو سألت الكابتن محمود عشور يقولك الكرة دي هدف ولكن خطوط تسلل طلع علي بالشكل ده بالعين المجردة أنا شايفة هدف ولكن بيه الخطوط فيها مشكلة ليه الخطوط فيها مشكلة؟ لأن كل وقتها كان عارف إن التخنية كانت فيها مشكلة فنية كبيرة جدا وكانت الخطوط بتعلق وكان فيه مشاكل في التسلل كتيرة طيب أنا عايز أعمل قياس على إيه؟ عشان أوريكم الخبير المحاضر الدولي لما بيكلم وبشخصا القضايا إزاي بيقول هنا جملة ولما بيكون عنده تحليل فن صح إزاي بيتكلم صح نفس اللعبة دي سبحان الله تحصل في مطش الاتحاد والداخلية مبارح نفس اللعبة دي تحصل في مطش الاتحاد والداخلية مبارح مبارح الكابتن عصام لما شاف لعبة الداخلية والاتحاد طلع قال لكي بقى وعرضونا الصورة بتاعة لعبة الداخلية والاتحاد اللي معرفش الفروة تاكت مشكلته إيه بس أقول لكم دلوقتي مشكلته كانت إيه فماتش الداخلية والاتحاد هدف نادي الاتحاد سكندري هدف مؤكد بنسبة مينون في المية وقضانكم على الشاشة هو الهدف أو اللعبة واضح إن الحكم قال لك الخيالات بيبقى عليها تسلل مع راشة وحسب التسلل على إيه ولكن اللعبة دي في الشاشة اللي احنا شايفين قضامنا مبلولو مش متسلل فالكورة اللي احرز من خلالها هدف هدف سليم طب هنا الفار ليه لما رسم الخطوط كان عنده مشكلة وليه ماشي مع قرار حكم المساعد في المباراة لأن الحكم المساعد في المباراة رفع تسلل فالفار ماشي معاه فماتش القال وفارقه الحكم حسب هدف فالكابتن محمود عشور قال لك لا ده تسلل طب تعالوا بقى نرجع لحاجة مهمة جدا هو الكابتن عصام بالامس لما اتكلم على اللعبة دي قال لك ايه قال لك روح البرتوكول اللي كنت بتترياقه علي فيه بيقول ايه دلوقتي اللعبة دي بالعين المجرده هدف فالفار لو شايف وبيرسم خلاله التسلل مرة واتنين ووتلاتة شايف فيها مشكلة شايف فيها مشكلة المفروض يعمل ايه بالعين المجرده يقول للحكم الكرة دي هدف ليه يا كابتن عصام قال لك ليه عشان بالعين المجردة أصلي ده روح البروتوكول دي التعليمات الجديدة اللي محدش بيسمعها طب وكات فين التعليمات دي وفين رأيك الفني ده في مباراة الأهل وفاركو عشان تعرفوا إن فيش اخصانة في القضايا ده واحد الحاجة التانية لما يقول لك أصلي لعبة التسلل وهو عارف كويس جدا إن مشاكل التسلل في تقنية الفور في الدور المصر والفيرجن القديم كتفيها أزمات كتير ما كانش بيطلع يعترض وما كانش بيطلع يقول يا جماعة في مشاكل إحنا بنواجهها كان بيمشي المركب عشان يفضل موجود رئيس لجنة حكام شفنا رأيه في مطش الأهل وفاركو وشفنا رأيه مبارح في لقبة مطش الاتحاد والداخلية هو هو نفس الشخص قال هنا حاجة وقال هنا حاجة وأنا بستشهد هنا بالكابتن محمود عشور واسألوه واسألوه أي حد يشتغل في التقنية دي في الفترة دي عارفين ومتأكدين إن التقنية كانت فيها مشاكل وهو لما عاد اللعبة 3-4 مرات كان متأكد إن الكورة هدف ولكن هو غصبا عنه شايف إن اللعبة بتديلي تسلل لو كابتن عصاب كان طلع قالي إن الفيرجن بتاع التسلل ده في مشكلة زي ما قال إن بارح إن الفيرجن في مشكلة فكادش حصلت كل الزوبعة دي ولكن هو عنده مشكلة مع النادي الأهل ليه؟ لأنه مش قادر ينسى إن الأهل لما تعامل مع ملف التحكيم وشاف فيه أخطاء الرجل رحل عن اتحاد الكور لأنه وقتها ما كانش بيدير التحكيم بشكل سليم الحاجة التانية عشان تعرفوا برضو إنه هو عنده مشكلة مع الأجانب ده مشكلة تنبرجي بس ده عنده مشكلة مع الأجانب كابتن عصام إمباري احتلع قالك إيه؟ أنا ضد فكر التعيين أحمد الغندور ومحمود البنة في مباريات بعد أزمة مباريات الزمالك والمصري قالك لازم أحافظ عليهم لازم أخد بالي من الحكام اللي عندي طب وإنت ليه ما حافظتش على محمود عشور وليه عاندت اتحاد الكورة ورحت عينته في مباراة المحلة وبيراميدز في الإسبوع التالي لمباراة الأهل وفارقه الله ما أنت نفس عقلية بريرا هي مش نفس الدماغ دي مش دي نفس المنتاليتي حكم أخطأ وإنت شايف أنه ما أخطأش وبتعاند المنظومة عينته في الإسبوع التالي ليه أنت قط بقى مبارح بريرا لما عين البنة والغندور مش بقول لكم أن فيه شوزوفرينيا في التصريحات وفيه شخصانة في الكلام عندك مشكلة ما على جانب حلها بعيدة عننا بس أنا بأكد لك بعد اللي أنت قلت مبارح وبعد التصريحات اللي أنت قلتها مبارح أنا هنا بطالب وبأكد على ضرورة استمرار الخبير الأجنبي للفترة اللي جاي والمشكلة اللي بتحصل مشكلة في الاختيار مش المشكلة في الجنسية أنا ممكن تجيب لرئيس لجنة الحكام الهند بس يديرها صح مايبقاش فيه تدخلات اللي كانت بتحصل قبل كده مايبقاش فيه شخصانة اللي كانت بتحصل قبل كده ده اللي أنا أتمنىه وده اللي أنا نفس أشوفه بس تصريحاتك دايماً بتأكد أن أنت اللي عايز المنظومة تستمر في موضوع الخبير الأجنبي ولو رحت سألت الحكام الدوليين ولو سألت كل الحكام الصابقين مين أكتر واحد سبب في استعانة اتحاد الكورة بالخبراء الأجانب هيقول لك الكابتن أسام عبد الفتاح وإنت أكتر واحد بتصرحاتك دي بتصر على الإضرار بمحمد عادل وبمحمود عشور روح الاحتواء روح البروتوكول وخطوط التسلل والتلاعبات اللي أنت بتقولها الغريبة وبنسبحها منك في الفترة الأخيرة طيب حاجة بقى مهمة جداً أختم بيها الملف ده عشان مش عايز أتكلم فيه أكتر من كده نحن عندنا حاجات أهم خلاص مرحلة أسام عبد الفتاح انتهت وخلصت سواء في اتحاد الكورة أو في الاتحاد الإفريقي الحمد لله هو خرج من المشهد تماماً خرج من المشهد تماماً إيه بقى المفاجأة اللي عايز أقولها لحضراتكم هو إحنا ليه مصرين على وجود خبير أجنبي هل إحنا بنقول ده بناء على رؤية كده وجهة نظر ولا بناء على معلومات لا بناء على معلومات على فكرة أنتو بتختاروا ناس غلط يعني أنتو بتختاروا بريرة بريرة أنا هنا أكتر واحد انتقطته رقمني دي قناة الأهلي شعار النادي الأهلي على الشاشة اللي بيطالب الخبير البرتغالي بس الأهلي عايز تطوير بس انتو بتجيبوا ناس ما بتقدرش تطور فالتجربة هتستمر بريرة هيمشي ويجي خبير بجد يدير ملف التحكيم مش أي حد الناس هتقول لي عندنا كوادر آه عندنا كوادر بس تعالوا نشوف الكوادر لما اشتغلت في فترة معينة هل كان فيه تدخلات ولا ما فيش تدخلات أنا هقول كلام؟ لا أنا مش هقول أنا النهار ده هو مش هككل تعالوا نسمع ونشوف الكابتن أحمد مجاهد عضو التحاد الكرة السابق ورئيس اللجنة الثلاثية للتحاد الكرة لما اتكلم على فترة معينة اشتغل فيها من الحكام اشتغل فيها مجموعة من الحكام المصريين السابقين وقدروا ملف التحكيم ما بين فترة كلاتنبرج وبريرة حصل ايه؟ لان الكلام ده غالبا الله اعلم بقى ممكن يكون حصل قبل كلاتنبرج كمان وهو اللي يسمح ان ده يمشي في فترة فيها رئيس لجنة غيره وهو شايفه بيعمل كده ممكن يعمل ده لما يجي رئيس لجنة فتعالوا نشوف ونسمع صوت وصورة الكابتن أحمد مجاهد هو بيتكلم على الخبراء الأجانب في الفترة اللي كان فيها حد مصر بيدير كان بيحصل تدخلات ولا ما بيحصلش تدخلات نسمع انه عندي تعليق مهمة كده هقولك على حاجة بقى على الهوى كان الفترة اللي قبلها اللي كانت بتاعة اللي هي من بعد أول موسم ولا قبلها كان فيه تدخلات من خارج لجنة الحكام تدخلات في التعينات وفي غير التعينات وكانت في وسط الحكام كان فيه حكام بيعرفوا انهم هيلعبوا متشاة من الناس من خارج اللجنة ما قلن بقى فيه تدخلات كتير كانت من خارج منظومة الاتحاد في التحكيم في ست سبع شهور الرجل ده لما جيت قفلت الحكاة دي الرجل ده لما جيت قفلها ها ده مين اللي بيتكلم ده مش أي حد على فكرة ده المهندس أحمد مجاهد ده نقدر نقول يعني أكتر واحد بيدافع عن التحكيم والحكام أكتر واحد بيدافع عن التحكيم والحكام والفترة الزهبية للحكام المصريين كدفعها ده أحمد مجاهد من ناحية الحصول على المستحقات وكل كافة الحكومة اللي كانوا بيطلبوه فمش أي حد أنا مش جايب أي حد ده المهندس أحمد مجاهد اللي بيتكلم وبيتكلم في جزئية مهمة جدا قال لك الرجل ده لما جي قفلها ارجعوا للحالة دي كانت من يومين على فكرة واسمعوا الحلقة قبل كامل مدتها كده نص ساعة تعالوا كده عند نص الحالة في دي 16 وركزوا في الكلام اللي قالوا أنا عشان وقت الحالة جيبت لكم بس حوالي 30 سنية الرجل بيتكلم كلام خطير جدا قال لك تدخلات وفي حكام كانوا بيعرفوا تعيناتهم من ناس بره اللجنة ليه؟ لأن اللجنة ما كانت شهية المسيطرة على التعينات ده الفترة لقبل بريرة وبعد رحيل كلاتنبرج شوفوا وقتها من اللي مشى كلاتنبرج عشان يديرها بالشكل ده شوفوا وقتها مين اللي مشى كلاتنبرج عشان يديرها بالشكل ده شوفوا دلوقتي مين اللي عايز يرجعنا تاني لما هو عصر وفترة قبل كلاتنبرج اللي طالع امبارح بيتكلم على ان كلاتنبرج بيلعب في الخطوط خطوط اللي بيلعب فيها وهنا عاديين بنلعب سوبر ماريو على الكمبيوتر يا كابتن أسام خطوط اللي بيلعب فيها ما انت عارف الخطوط اصلا كانت بايزة والكابتن محمود عشور عارف ان كان فيه مشكلة في الفرجن بتاع الفار وهو الراجل عادي لتسلل مرة واثنين واثنين عشان يتأكل لانه شايفها بعينه ان القرى هدف بدل ما تطلع تقول لا حصل خطأ والمفروض احنا بنعلم المجردة كنا عملنا كده زي ما قلت مبارح على مطش الاتحاد والداخلية لا انت بتكابر بس انت بتكابر ليه عشان عندك مشكلة مع النادي الاهل ايه اكبر دليل اللي انت قلت مبارح وانت كده قفلت اللعبة قفلت اللعبة شكرا جزيلا على كل كلمة قلتها مبارح ملف التحكيم المصري اتقفل مع فكرة تعيين رئيس لجنة مصري والفترة اللي جاية لما تجيبوا خبير بجد هاتوا ناس بتشتغل بجد ما تجيبوش ناس تبقى حقة صد لأخطأكم في اتحاد الكورة واللي بتعملوه من خلف السطار زي ما سمعنا هور من الكابتن احمد مجاهد في ظل وجود مجموعة من الحكام السابقين بيديروا اللجنة في الفترة ما بين كلاتنبرج وفيتر بيريرا فاصل ثم نواصل الهالي بيستعد لمباراة طلاقة الجيش النهاردة التدريب الاول والاخير الناس تقول لي يعني ايه تدريب اول واخير ما ما كانش فيه وقت بعد المباراة الاخيرة بنتكلم كتميم الجمعة الفريق خد اجازة يوم للسبت النهاردة الحد هيتمرن يدخل معسكر بكرة لمطش مع الاثنين مباراة صعبة جدا مع فريق طلاقة الجيش نروح دلوقتي لمقر النادي الاهلي بالجزيرة مع عزمينة محمد توفيق موفد قناة الاهل عشان نتطمئن من خلاله على اخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستعدادات الاهلي لمباراة الطلاقة وابرز الاخبار والتفاصيل لو عنده جديد اكيد من التدريب في امكانية لدخول لاعبين كانوا غير مؤهلين في الفترة الاخيرة بسبب الاصابات ولا لا كنت بالتأكد انعرفوا من توفيق مسائل فليا محمد مسائل خير زميل عزيز محمد سعيد تحياتي ليك وكل جمهورنا دي اهل في كل مكان ماذا لديك من معلومات واخر الاخبار اللي عندك قبل انطلاق تدريب الاهلي الاول والاخير زي ما قلت محمد هو التدريب الاول والاخير والوحيد قبل مباراة طلاق الجيش طبعا زي ما شفنا كلام مستر مارس الكولر في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فارق عطول قال لك ان تقريبا بلعب 70-60% من مباراة الموسم في مجرد شهرين بس وعلى طول مباراة مضغوطة فطبعا اللعبين كان الاسبوع اللي فات زي ما كنا بتابعين مع بعض يا محمد لعبت المباراة بتاعت الداخلية بعد كده كان مباراة الزمالك ما تلعبتش لعبت ما كان هتراي ماتش ما كانش فيها اجازات بعدها لعبت بعد كده مباراة فارقه التانية فبالطبع ما كانش فيها اي اجازات ففضل مستر مارس الكولر منح اللعبين اجازات من التدريبات بالامس والنهار ده على طول هيتضرب التدريب بالاساسي لمباراة طلاق الجيش يمكن الفريق حاليا معاك دلوقتي محمد موجودين في غرف خلق الملابس في محاضرة بالفيديو المستر مارس الكولر بيتكلم بقى على الجانب النظري للاعداد لمباراة الغد بإذن الله رب العالمين زي ما اتكلمنا ما فيش وقت التدريبات بدنية كتيرة يمكن هيكون التدريب النهار ده تدريب وحيد وهيكون تدريب خفيف قبل الدخول بإذن الله في معسكر مغلق زي ما قلت لك دلوقتي المحاضرة الفنية ومحاضرة فيديو اللاعبين هيتكلم عن أبرز نقاط القوة والضعف في منافس الغد بإذن الله فريق طلاق الجيش المباراة المقرر لها السبعة مساء على السيادة الكلية الحربية من بعدها عطول هيبتدي المران هيبقى فيه بعض التدريبات البدنية الخفيفة ومن بعدها تدريبات الكرة واختتم المران كالعادة بتأسيم خفيفة بعدها مستر مارس الكولر هيختار 21 لعب للدخول في معسكر مغلق بإذن الله رب العالمين في أحد الفنادق القريبة من السيادة الكلية الحربية انتظاراً واستعداداً لمباراة الغد بإذن الله رب العالمين كان أكرم توفيع محمد زي ما كنا متابعين نصيب كادمة كده في آخر مباراة فاركو لكن كانت كادمة خفيفة إن شاء الله مع بداية المران هيتأكد من دكتور أحمد جبل رئيس الجهاز الطبي إن كان هيشارك فيه المران النهاردة أو هيكون فيه راحة إضافية لي أبرز اللاعبين أو أقرب اللاعبين للعودة محمد للتدريبات الجامعية هو عمر كمان عبد الواحد كان في آخر مران قبل مباراة فاركو عمر بدأ يبقى فيه تدريبات بالكورة يشوط على المرمى يجري أكتر موجود في التدريب جزء صغير النهاردة برضو هنتأكد إن كان هيخش فيه التدريبات الجامعية أو هي طبعاً عشان نظر لديك المباراة الوقت ما بين المباراة ودوقت المباراة هيكون فيه إرجاء لعودته للتدريبات الجامعية لما بعد مباراة تلاقي جيش خاصة محمد أنت بتتكلم في 48 ساعة والخميس عندك مباراة أخرى مع الداخلية برسيتها وأعتقد لسه قدامه شوية مش أقل من أسبوع للدخول في التدريبات الجامعية باستثناء كده طبعاً وباستثناء عالم علول اللي بتمنى له السلامة وموصلة برنامجه التأهيل والعلاج بشكل أكثر من رائع كل اللعبين جاهزين وفي حالة فنية وبدنية كويسة جداً طبعاً زي ما انت شفت تصريحات الجهاز الفني تصريحات اللعبين بإذن الله حلم كل جامعين نادي الأهلي حصول عبطوة الدولة العام الاحتفاظ للموسم التنانية والوصول برصيدك للرقب 44 بإذن الله رب العامين بإذن الله زي مننا محمد توفيق موفد قناة الأهلي من مقر النادي الأهلي في الجزيرة شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات والإضافات تدريب هيبدأ الساعة 6 بعد تدريب الفريق يدخل معسكر مغلق زي ما قال زي مننا توفيق عشان ماتش بكرة بإذن الله مع طلع الجيش على استيد الكلية الحربية فاصل ثم نواصل طيب معاكم بالتأكيد لأن فيه خبر مهم جداً نشر منذ قليل على حساب موقع في الجول وهو مصدر في ربطة الأندية أعلن بشكل رسمي عن تحويل شكوى نادي المقاولون العرب حول إعادة مباراة بيراميدز إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الحصول على رد من لجنة الحكام ثم بعد ذلك الرد على نادي المقاولون العرب إذن بعد شكوى المقاولين العرب في منتصف الإسبوع الماضي ضمنه على الحساب الرسمي لموقع في الجول أعلنوا من خلال مصدر في ربطة الأندية إن شكوى المقاولين العرب اللي احنا استعرضناها واتكلمنا فيها والحمد لله كان فيها صبق صحفي وإعلامي مهم جداً هنا من خلال برنامج التريند والمقاولين يعني درس اللي احنا قلناه ولا إن فعلاً فيه مشكلة في مباراة المقاولين وبرمج هي الفكرة في حد ذاتها إن الشكوى دي كان بالزبط بقالها خمس أيام النهاردة لسه الرابطة بتحاولها للاتحاد بس الاتحاد إدها لمين؟ إدها لللجنة أنا بس عندي استفسار صغير هي لجمة الحكام هنا هتطلع تقول أنا غلطت في تعيينة محمد الحنفي يعني لجمة الحكام هتقول أنا غلطت؟ يعني هتطلع تقول آه أنا عملت حاجة غلط اتحاد الكورة اتحاد الكورة ودي كده رسالة لاتحاد الكورة مشكلة مباراة المقاولين وبرمج هتبقى مشكلة كبيرة جداً لو اتخذ فيها قرار مخالف للقانون هتبقى مشكلة كبيرة جداً لو اتخذ فيها قرار مخالف للقانون وبالتالي أنا بوجه نصيحة للمسؤولين في اتحاد الكورة المباراة دي ما تبعدش لجنة الحكام افهم اللجنة هي عينة الحرف ازاي بس روح اعمل لجنة محايدة من خبراء التحكيم وعندك وعندك وركزه تحت كلمة عندك دي حط تحتها ميت سطر عندك أحد الحكام الدوليين معد بدني في الاتحاد الافريقي ارجع له اسأله اسأل الحكام الدوليين الموجودين معاك ويرجع لليحة الفيفا ويرجع لليحة الحكام او التحكيم في مصر وعلى هذا الاساس خد الرد وابعته للربطة والنادي المقولين وانا بقولك لو عملت الاجراءات دي وسألت المختصين بجد انت هتاخد قرار بقعدت المباراة لكن هتسأل بريرة بريرة هيقولك مين وفين وازاي ده الحنفي يس 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 مش هيقولك نو 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 يعني هيعمل لك كده ده قراره هو هيطلع يقولك انا غلط هيطلع يقولك انا خلفت تعليمات الفيفا استحالة يعمل كده فرسالة الاتحاد الكورة بما ان الربطة حولت لك الملف وانت حولته للجنة اعرف من اللجنة هي عملت ايه بس لما تيجي تاخد قرار اسأل لجنة محايدة اعمل لجنة محايدة من خبراء التحكيم بس ما يكونش فيهم يعني كابتن عصام عايزين خبراء التحكيم يتكلموا في التفاصيل دي خاصة هنتكلم في حاجة بدنية اسأل فيها عندك حكم دولي معد بدني في الاتحاد الافريقي وعندك حكام دوليين بيحكموا اسألهم وبناء على ذلك وارجع كمان لخبراء التحكيم السابقين عندك كتير وكلهم تلعوا في الاعلام وتكلموا يعني واسأل الحكام السابقين اللي هم كانوا بيخشوا الاختبارات دي وبينجحوا ما تجيب ليش حد دخل مرة وسقط ورجع تاني وكان بيختبروا في الفجر ما حدش يعرفوا دخل وانتوا عارفين مين كان بيحصل معا كده فاسألوا الناس بجد اللي راحت بطولات دولية كبيرة اسألهم وعرفوا الكلام ده صح ولا غلط لان اي قرار غير اعادة مباراة المعلومين بيرامدز هتبقى مخالفة صارخة في الدول كمان مستنيين نشوف قرار الربطة في موضوع سموحة وبيرامدز الزرف القهري اللي حصل من خلال الحريق في احدى المولدات اكيد هنشوف قرار الربطة باعادة هذا اللقاء او هذا اللقاء كمان خلال الفترة جاء عشان يبقى عندنا مباراتين بيرامدز والمعلومين وسموحة وبيرامدز ملف تاني وخبر تاني مهم جدا قبل ما نروح بقى الاخبار التريند اللي مكتوبة في السوشيال ميديا ماتش السوبر الافريقي بين الاهل والزمالك لن يتأثر باي قرارات متعلقة بترخيص الاندية انا بقى لكم معلومة رسمية من الاتحاد الافريقي لكرة القدر مباراة الاهل والزمالك في السوبر الافريقي لن تتأثر لن ولم تتأثر بملفات رخص الاندية السوبر الافريقي ليس من ضمن البطلات اللي بتغضع او ضمن نطاق خضوع البطلات والاندية للاواح الترخيص كلام ده من مسؤولين هم اللي بيحطوا اللواح وهم اللي بياخدوا القرارات وهم اللي عارفين الموضوع كله من ايه تزد ده كلام مؤكد يعني بس حرصا على البيانات والملفات عندي رد بالليحة وعندي تصرحات رسمية وعندي تصرحات بالصوت وعندي تفاصيل كتيرة السوبر الافريقي بالاهل والزمالك ده كلام نهائي ومؤكد والفترة الجاية يتخذ فيه قرار عشان اقامته في الفترة اللي جاية وتحديدا المباراة دي هيبقى فيها ارقام تسويقية لعلى مستوى والاتجاه الاقرب ان تتلاقيه في منطقة الخليج العربي والعرض المقدم للاتحاد الافريقي عشان يتخذ به قرار عرض كبير جدا والنادي اللي هيفوز بالمباراة دي ممكن يوصل جايزة الفوز بالصوبر من خمسمائة الف دولار لمليون دولار ارقام يعني غير طبيعية والمباراة في شهر تسعة بعد مباراة الدوري التمهيدي اللي الثاني الماتش في شهر تسعة عشان كده قيمة الالي الافريقية مهم جدا اللي هتتسجل قبل واحد وتلاتين تمانية يكون فيها كل الصفقات الجديدة ده جانب متعلق بالصوبر الافريقي تعالوا بقى الملف الترخيص الاتحاد المصري بعت للاتحاد الافريقي قالوا انا عندي مشكلة في ملف الترخيص فمحتاجين مد لمدة خمس ايام فحصل مد اليوم الجمعة اللي جاية يوم خمسة سبعة وعلى فكرة هنا القرار مش قرار الاتحاد الكورة قرار المد وقرار ان الاتحاد الافريقي يبص للملفات ويقتنع بالمد هو قرار لجنة الترخيص في الاتحاد الافريقي وعلى هذا الاساس السيستم الالكتروني اللي بيتسجل في البيانات وده حصل خلاص قبل اتنين وعشرين ستة ودلوقتي فيه مراجعة وفيه مهلة لاستكمال باقي المعلومات والبيانات اخر معاد لها الجمعة الجاية بعد الجمعة الجاية مفيش مادة تاني ولكن فيه اندية عندها مشاكل مش نادي واحد بدون ذكر الاسماء يعني فيه اندية عندها مشاكل وفيه اندية خرط رخصة واحتمال كبير احتمال كبير يكون فيه مراجعة للفترة اللي جاية فيه اندية خرط رخصة واحتمال للفترة الجاية يكون فيه مراجعة تاني لان فيه جهات قدمت شكاوي وانا جات لإيميلات بالشكاوي دي على فكرة فيه اندية او فيه جهات قدمت شكاوي في ملفات عدة أندية مش نادي واحد يعني الزمالك لسه ما خدش الرخصة وفي أندية خدت رخصة في جهات قدمت شكاوي في رخص بعض الأندية عشان كده المادة حصل ليوم الجمعة اللي جاي لأن في ردودها تحصل وفي ملفات لو ما تاخدش فيها قرار وفضل في تعنط في اعتماد رخص ولسه ما فيهاش قرار في مراجعة ممكن الموضوع يروح للجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي فالملف ده شائك وفيه تفاصيل كتيرة فالملف لسه مفتوح لغاية يوم الجمعة اللي جاي دي كانت أبرز الكواليس والتفاصيل اللي معايا النهاردة في ملف تحكيم والرخص والسوبر الافريقي وموضوع ربطة الأندية وإعادة عدة مباريات فاصل ثم نوصل أهلا بحضراتكم الجديد وآخر أخبار الترند بس قبل ما أروح لآخر أخبار الترند ده عندي لكم خبر مهم جدا متعلق بموقف المصابين نأكد لحضراتكم أن الحمد لله أكرم توفيق سليم جدا الحمد لله الجهاز الطبي عمل تشخيص وعمل يعني متابعة طبية لحالة أكرم توفيق بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة في الدوري وبأكد لكم أن الحمد لله أكرم توفيق سليم جدا عمر كمال عبدالواحد النهاردة هيكون موجود في التدريبات الجنعية بإذن الله مش هيكون فيه أي مشكلة ولا فيه أي حاجة خلص البرنامج التأهيلي وعمل كمال عبدالواحد جاهز للمباريات ابتداء من النهاردة برسيتاو لسه في مرحلة التأهيل ولم ينتهي من البرنامج التأهيلي إذن أكرم توفيق بخير عمر كمال عبدالواحد النهاردة في التدريبات الجنعية برسيتاو لسه بيواصل برنامجه التأهيل طيب نروح بقى لترند الأهلي ونشوف الملفات اللي مكتوبة النهاردة والموضوعات في السوشيال ميديا البداية من الحساب يلا كورا أربع ملفات يلا كورا يكشف أبرز بنود اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي مع كولر النهاردة بالفعل في اجتماع لجنة التخطيط في النادي الأهلي بحضور الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة وهيكون الكابتن محمود الخطيب معهم عبر تقنية تازوم لأنه بالتأكيد متوجد حاليا خارج البلاد في رحلة علاجية ألف مليون سلامة على الكابتن محمود الخطيب حسب ما نشر النهاردة في موقع يلا كورا أن الاجتماع هيحضره مرس الكولر المدير الفني خالد الجوادي المترجم والكابتن خالد بيبو مدير الكورا في ملفات كتيرة في حضور كمان أمير توفيق القائم بعمال المدير التنفيذي لشركة الكورا ملف متعلق بالصفقات ملف متعلق بالراحلين ملف متعلق بيه اللي ممكن يتقدم الفترة اللي جاية في مسألة الدعم للجهاز الفني عشان الموسم الجديد كلام كتير جدا ممكن النهاردة يبقى فيه يعني مناقشات عليه عشان القائمة الإفريقية اللي هتتقدم قبل واحد وتلاتين تمانية هيبدأوا يشوفوا النهاردة بشكل رسمي كل هذه التفاصيل عموما هنشوف اللي هيتم في الساعات اللي جاية اليوم السبب يتكلموا عن الأهل يبحث مع كولر موقف إمام عشور ومحمد عبد المنع من الأولمبياد هل ممكن ينضموا للمنتخب الأولمبي ولا لا لسه الملف ده في تفاصيل كتيرة وأكيد هننتظر الموقف الرسمي من الأهل لما يعلنوا والموقف الرسمي من المنتخب الأولمبي وأنا عندي على فكرة في الملف ده مفاجأة في الأعام اللي جاية بس لما نتأكد منها بنسبة 100% لأن فيه خبر مهم جدا متعلق بمشاركة اللاعبين اللي فوق 23 سنة في الألعاب الأولمبية في باريس لو نجح ميكالي في الاتفاق مع لاعب مهم جدا قد يكون معاه في هذه الدورة الأولمبية ولكن على أنتظر نشوف هل ده هيحصل في الساعات اللي جاية ولا لا لأنه هيكون إضافة كبيرة جدا 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 للمنتخب الناس كتير هتقول لي مين بيلعف مصر ولا بره مصر محترف ولا بيلعف الدورة المصر خلوها مفاجأة الفترة جاي بس لو قدر ميكالي ينجح في الملف ده هتبقى خطوة جريئة جدا وقوية جدا لدعم منتخبنا الأولمبي اليوم السابع الآلي يستعجل الكاف لصرف مكافئة الأربعة مليون دولار النهاردة اليوم السابع قالوا أن فيه مصدر في الآلي قال أنه بعت للاتحاد الإفريقي لسرعة صرف المكافئة عشان النادي الآلي عنده يعني متطلبات كتير الفترة اللي جاية والمكافئة بنتكلم في أربعة مليون دولار رقم كبير جدا يعني حوالي ميتين مليون جنيه مصر المعلومة اللي عندي أن آخر الأسبوع ده المكافئات ستصل إلى الأندية اللي وصلت للنهايات وخدت البطولات سواء دورة أبطال أو كونفدرالية فخلال هذا الأسبوع هيكون فيه مكافئة الأهلي في دورة الأبطال موجودة في خزينة النادي بإذن الله سبورت ١٠٦٢ مصرية بيقولوا أن إمام عشور مع الأهلي هذا الموسم أكثر من صنع أهداف أربعة ثاني أكثر من سجل أربعة ثاني أكثر من روغ عشرين تقييم رائع جدا لللاعب ده من وجهة نظر ولكن أنا عايز أعرف تقييمكم أنتم لموسم اللاعب مع المارد الأهمر حتى الآن ياخد كم من عشر يمكن دي سؤال أو تقييم سبورت ٣٦٢ مصرية بيطالب الجمهور يدخل ويشارك على أرقام إمام عشور مع الأهلي هذا الموسم ولكن أنا عايز أقول لإمام عشور أنت لسه ما عملتش حاجة قدامك كتير جدا مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية الوطن سبورت بيتكلموا على صفقات الأهلي في عشرين أربعة وعشرين توقيع أول اللاعبين قبل الموسم الجديد طيب هنا بنتكلم على مين أول لعيبة الوطن بيقول يوسف أيمن بعد الحصول على موافقة من نادي دحيل القطر هيكون في الآلي موسم على سبيل الأعارة بنية البيع إنهاني دون الدخول في التفاصيل أنا هنتظر الإعلان الرسمي لأن أسماء كتيرة جدا يتقالت في الفترة الأخيرة وفي الساعات الأخيرة شفنا فيما بعد إن الكلام ده كله ما حصلش فهننتظر ونشوف الفترة اللي جاي نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعتكم لنتيجة مباراة الأهلي وطلع الجيش ومين ممكن يكون سعيد الحظ ويسجل أهداف المباراة شعيب بيقول تحياتي لحضرتك إن شاء الله الأهلي هيكسب وإن شاء الله توقعي إن إمام هيسجل وكمان وسام أبو علي هيسجل وإن شاء الله فرحانين بالمكسب سامح بيقول أتوقع فوز الأهلي التنسفر ويسجل الأهداف وسام أبو علي إمام عشور بالتوفيق إن شاء الله لأعظم نادي في الكون أهلاوي أنا والفخر ليه هاني بيقول مساء الخير أتوقع بأن تكون مباراة كؤوس والأهلي يركز على حصد الثلاث نقاط لكي يستعيد صدارة الدوري أتوقع نتيجة التنسفر للأهلي إمام عشور وحسين الشحات آخر حاجة معايا إبراهيم حلمي بيقول إن شاء الله تلاتة سفر للأهلي وهنسجل بدري كمان يسمع من بقى أقرب بنا يا أستاذ إبراهيم ياريت حلت تنسجل بدري دي أنا أهم عندي من تلاتة سفر وخمسة سفر والأرقام دي مهم جدا يا جماعة إن إحنا نحسم المباراة دي بدري بتفري كتير وده اللي فرق معنا حتى في مباراة تفارقه الأخيرة في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة حالكت فيها تفاصيل كتيرة وموضعات مهمة ركزوا في التفاصيل اللي اتقالت النهاردة وأعتقد مهم جدا نتكلم عليها كمان الفترة اللي جاية لأن أعتقد يعني الزج باسم الأهل كثيرا هنا مش هنقبله تحت أي ظرف من الظروف شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء